السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم درساً جديد إذا كنت ولمرأة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلك كل جديد البعض يجد صعوبة باستخدام The adjectives الصفات أو The Adverbs إذن الظروف متى أستخدم الصفة ومتى أستخدم الظرف في اللغة الإنجليزية قبل أن نبدأ يجب أن نعرف ماذا تعني adjective ماذا تعني الصفة الصفة مثل عندنا كلمة tall big small وهكذا إذن نصف بها شيء ما أو شخص ما وهكذا غالباً تأتي بعد فعل الكون يعني عندنا M is R نستخدم بعدها صفات Adverb عندنا الظرف هو يكون وصف للفعل وصف لحالة الفعل دائماً باللغة الإنجليزية لتشكيل الظرف فقط الصفة نضع لها L Y مثل عندنا slow بطيء slowly إذن بشكل بطيء أو ببطء إذن دائماً نضع بشكل وضع الصفة إذن بطيء وضعنا L Y تصبح بشكل بطيء slow slowly مثلاً He drives his car إذن يسوق أو يقود سيارته slowly إذن slowly ببطء أو بشكل بطيء لا نستطيع أن نقول He drives his car slow خطأ إذن نضع slowly إذن بالمختصر الظرف بيكون وصف للفعل يعني حالة الفعل عندنا الصفة غالباً تأتي بعد M و is و R بتكون وصف للإسم إذن الصفة تصف الإسم إذن الظرف يصف الفعل والصفة تصف الإسم مثل عندنا a big table إذن عندنا table اسم big صفة إذن الصفة وصفت ال اسم بينما في هذا الجملة وأي جملة الظرف يصف حالة الفعل رح نأخذ العديد من الأمثلة بتكون عندنا الصورة أوضح وبشكل سهل إذن نتبع لهذا الجملة We played video games every night and he always won easy easily يجب أن نعرف ماذا أختار easy أو easily طبعاً We played لعبنا ألعاب الفيديو في كل ليلة يعني قبل كل ألعاب الفيديو في كل ليلة لاحظ every night and what he always won وهو دائماً كان يكسب إذن won الماضي من win win يكسب won إذن كسب ماذا نضع هنا easy or easily نقول he always won easy or easily إذن إذن نصح نقول دائماً كان يربح سهل إذن نستخدم ظرف لماذا؟ لأنه نصف حالة الفعل he always won easily كان دائماً يربح بسهولة أو بشكل سهل نلاحظ ال-y مضافة للصفة قلبنا ال-y إلى i وضفنا ال-y easy سهل easily بسهولة أو بشكل سهل we played video games every night and he always won easily إذن بسهولة إذن easily وصفت حالة الفعل if you are a student there is no charge for some museums in the UK you can get in free freely إذن نشوف نختار free or freely لكن نتعلم هذه الجملة if يعني عندما أو إذا أنت تكون طالب يعني عندما تكون طالب there is no charge ليس هناك دفع for some museums لبعض المتاحف نحفظها museum متحف museums متاحف some museums بعض المتاحف in the UK في المملكة المتحدة you can get in يمكنك get in تدخل إذن نحفظها get in تدخل نقول free يعني or freely إذن نستخدم freely إذن بشكل مجاني لماذا؟ لأن free صفة adjective تصف اسم لكن عندنا هنا for فعل ما هي حالة الفعل بتكون مجانية إذن دخول مجاني نقول get in freely إذن نستخدم freely if you are a student there is no charge for some museums in the UK you can get in freely whenever we call our doctor he comes quickly سريع quickly بسرعة نحفظ هذه whenever يعني كلما we call نتصل أو ننادي our doctor إذن طبيبنا he comes هو يأتي لاحظ comes إذن فعل verb كيف نصف الفعل أو حالة الفعل نقول quickly إذن يأتي بسرعة أيضا نستخدم adverb إذن ظرف whenever we call our doctor he comes quickly إذن بسرعة أحمد is always very careful carefully إذن careful بمعنى حريص أو حذر carefully بحرص أو بحذر أحمد دائما حريص جدا أو بحرص بهذا الحالة نصف أحمد إذن هنا عندنا حالة وليست نشاط بالتالي نصف حالة أحمد لو عندنا فعل كونية بعده بيكون عندنا adjective صفة إذن أحمد is very careful إذن أحمد دائما حذر جدا أو حريص جدا إذن نستخدم careful adjective صفة لماذا لنعدنا is lunch has been cooking four hours and it smells terrible تربلي لاحظ لقد طبخ الغداء لساعات إذن four hours اللي اتش ما تلفظ نقول hours لساعات and it smells ورايحته terrible سيئة لنقول تربلي لماذا لنحن نصف الاسم إذن نصف الاسم ولا نصف كم هو كم رائحته أو كم شدة رائحته إذن نصف الاسم إذن استخدم smells terrible ممكن استخدم بدل عن ممكن استخدم بدل عن smells استخدم is يعني تصبح it is terrible وأنه سيئ إذن بدل smells أضع is بالتالي استخدم adjective إذن صفة دائما بعد smells بعد taste إذن استخدم adjective إذن صفات Mary speaks Arabic good well لاحظ تتحدث Mary العربية أو ممكن نكتب English French أي لغة نريدها إذا نتكلم Mary العربية نقول good جيد or well إذن بشكل حسن في هذه الحالة نحن نصف الفعل حالة الفعل كم هي تتكلم العربية إذن نتكلم بشكل حسن إذن نستخدم well إذن هذه من الحالات الشاذة عندما نشكل ظرف good لن نقول good badly نضيف y هذا خطأ good تصبح well إذن نستخدم well Mary speaks Arabic well تتحدث Mary العربية بشكل حسن the weather today is very bad badly لاحظ weather يعني الطقس the weather today يعني الطقس اليوم is يكون سيء جدا أو بشكل سيء كما قلنا is بهذه الحالة نحن نصف الاسم نصف الطقس بالتالي نستخدم صفة ولا نصف الفعل لكي نستخدم adverb ظرف إذن نستخدم bad very bad the weather today is very bad سيء جدا إذا إجابة bad أو the answer is bad لماذا؟ لأنه نصف الطقس يعني نصف الاسم وبالتالي عندنا is بعد نستخدم صفة whenever anything goes wrong he gets angry angrily يعني كلما صارت الأمور بشكل خاطئ يعني anything goes wrong إذا ترجمها أي شيء يذهب بشكل خاطئ أو يذهب خطئ لا أقول هذا تسير أمور بشكل خاطئ he gets angry إذن يغضب بهذا الحال نستخدم صفة لماذا؟ لأنه نحن نصف بهذا الحال نصف الفاعل الفاعل he إذن ضمير يعني الإسم إذن شخص مثل أحمد أو ماري لكن نستبدل الضمير he إذن نستخدم هنا إذن angry إذن صفة adjective ممكن نستبدل gets نضع is he is angry يعني whenever anything goes wrong he is angry هو يكون غاضب أو نستخدم gets angry he doesn't mean to but he speaks angry angry يعني هو لا يعني ذلك but لكن he speaks هو يتكلم angry يتكلم بغضب إذن نستخدم هنا adverb إذن ظرف el y لماذا لننصف حالة الفعل كيف يتكلم إذن angry بشكل غاضب إذن لوصف الفعل نستخدم adverb إذن نستخدم ظرف I don't agree complete completely إذن لا أتفق تم completely بشكل تم إذن نصف إحنا حالة الفعل إذن التفاق إذن بشكل تام إذن بهذا الحالة نستخدم completely وصف الفعل إذن I don't agree completely إذن لا اتفق بشكل كامل أو بشكل كلي ماذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلنا فيه عن الفرق بين استخدام adjective إذن الصفة و adverb الظرف في اللغة الإنجليزية أتمنى أن أقدم شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأكل فيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته